بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول متوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول لدينا هذا اليوم اختبار منتصف الفصل الثالث الجزء الأول من هذا الاختبار مؤلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ صالح العجان إذن موضوع درسنا هو اختبار منتصف الفصل الثالث الجزء الأول من هذا الدرس أكتب كل مما يأتي على صورة معادلة جبرية السؤال الأول في هذا الاختبار ناتج ضرب عدد في ثلاثة هو سالب 16 نريد أن نكتب هذه العبارة على صورة معادلة جبرية لدينا ناتج ضرب عدد في ثلاثة هو سالب 16 أولاً عدد لنرمز لهذا العدد بالرمز ماذا؟ بالرمز سين هو تعني ماذا؟ تعني يساوي إذن لدينا ناتج ضرب هنا علامة ضرب عدد رمزنا له بالرمز سين في ثلاثة هو ماذا؟ يعني يساوي سالب 16 إذن سوف نكتب سين ضرب ثلاثة يساوي سالب 16 إذن كتبنا هذه العبارة على صورة معادلة جبرية ناتج ضرب عدد رمزنا للعدد سين في ثلاثة هنا سين ضرب ثلاثة هو يعني يساوي هذه اليساوي سالب 16 ناتج سالب 16 كتبنا هذه العبارة على صورة معادلة جبرية أيضاً أكتب كل مما يأتي على صورة معادلة جبرية السؤال الثاني نقص عدد بمقدار عشرة فأصبح 45 لدينا في هذه العبارة هنا عدد لنرمز له بالرمز سات فأصبح يعني يساوي إذن لدينا هنا نقص يعني ناقص عدد صاد العدد صاد ناقص بمقدار كم؟ بمقدار عشرة فأصبح يعني يساوي 45 إذن سوف نكتب صاد ناقص 10 يساوي 45 إذن كتبنا هذه العبارة بصورة معادلة جبرية نقص عدد بمقدار عشرة نقص كما قلنا يعني سالب عدد رمزنا له بالرمز صاد بمقدار عشرة يعني صاد ناقص بمقدار عشرة فأصبح يعني يساوي 45 الناتج أصبح 45 السؤال الثالث اختيار من متعدد مع سامي خمس ريالات أكثر من سامر فإذا كان مع سامر نون ريالة فأي العبارات الآتية تمثل عدد الريالات التي مع سامي هل هي البديل ألف نون ناقص خمسة أم البديل باء هو خمسة ناقص نون أم البديل جيم نون زائد خمسة أم البديل دال ها ناقص خمسة يساوي 80 في السؤال يا أحبتي سامي معه خمس ريالات أكثر من سامر وسامر معه نون ريالة نون ريالة مجهول فأي العبارات هل الآتية تمثل عدد الريالات مع سامي؟ ليكن أو كما أعطانا في السؤال سامي معه خمس ريالات أكثر من سامر إذن إذا كان مع سامر نون ريالة فماذا يصبح مع سامي؟ سامي قلنا أكثر من ماذا؟ من سامر بمقدار كم؟ بمقدار خمسة إذن سوف يكون مع سامي هو نون زائد خمسة ريالة إذن البديل الصحيح هو ماذا؟ نعم البديل جيم هي الإجابة الصحيحة حل كل معادلة مما يأتي وتحقق من صحة حلك السؤال الرابع المعادلة 21 مضافا إليها ميم تساوي 33 نريد أن نحل هذه المعادلة ونتحقق من صحة حلنا يا أحبتي في سؤال حل المعادلة المطلوب مننا إيجاد ماذا؟ أي معادلة؟ يطلب مننا حلها المطلوب إيجاد قيمة المتغير نريد أن نوجد قيمة المتغير المتغير لدينا هنا ما هو؟ نعم هو ميم؟ نريد أن نوجد قيمة هذا المتغير إذن هذه هي المعادلة 21 مضافا إليها ميم تساوي 33 لدي الطرف الأيمن فيه 21 مضافا إليها ميم والطرف الأيسر هو 33 الآن لكي نجعل ميم في الطرف الأيمن لوحدها ونوجد قيمتها نطرح من الطرف الأيمن 21 وكذلك نطرح من الطرف الأيسر 21 لأن المعادلة مثل الميزان كفتين متساوية إذا طرحت من أحد الكفتين مقدار لابد أن تطرح من الطرف الآخر حتى يبقى التساوي إذن طرحنا من الطرف الأيمن 21 والطرف الأيسر 21 الآن نبسط في الطرف الأيمن 21 ناقص 21 صفر يتبقى لدي الطرف الأيمن ميم الطرف الأيسر هنا يتبقى لدي ماذا؟ ميم الطرف الأيسر 33 نطرح منها 21 كم يتبقى؟ نعم يتبقى لدينا 12 إذن ميم تساوي 12 لكي نتحقق من صحة حلنا التحقق من صحة الحل نعم هذه هي المعادلة 21 مضافا إليها ميم تساوي 33 نحن أوجدنا قيمة ميم ونريد أن نتحقق من هذه القيمة قيمتها 12 إذن سوف نعوض هنا بدال ميم بالعدد 12 ونتأكد هل الطرفين متساويين أم لا إذا قمنا بالتعويض نحن نتساءل هنا هل 21 مضافا إليها 12 وهي قيمة ميم هل تساوي نتساءل هنا هل تساوي 33 هنا الطرف الأيمن 21 مضافا إليها 12 ما هو ناتج الجمع؟ نعم ناتج الجمع 33 وهو يساوي الطرف الأيسر 33 إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح أيضا حل كل معادلة مما يأتي وتحقق من صحة حلك السؤال الخامس كاف مضافا إليها 1 و 7 من 10 تساوي سالب 9 و 8 من 10 هذه المعادلة سوف أترك لكم الوقت للتفكير في حل هذا السؤال الآن لكم الوقت يا أحبتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن نعود إليكم يا أحبتي هل فكرتم في حل هذا السؤال؟ لدينا حل المعادلة وتحقق من صحة الحل لدينا المعادلة كما هو ظاهر أمامنا كاف مضافا إليها 1 و 7 من 10 تساوي سالب 9 و 8 من 10 ولحل المعادلة ماذا نوجد؟ نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن المتغير ما هي قيمة المتغير؟ كاف إذا أوجدناها فنحن قمنا بحل هذه المعادلة لدينا في الطرف الأيمن كاف مضافا إليها 1 و 7 من 10 لكي نجعل في هذا الطرف كاف لوحدها نتخلص من 1 و 7 من 10 1 و 7 من 10 هي موجة زائدة إذن سوف ماذا نفعل؟ نطرح منها 1 و 7 من 10 سوف نقوم بطرح 1 و 7 من 10 من كلا الطرفين حتى تبقى المساواة صحيحة هنا في الطرف الأيمن 1 و 7 من 10 نطرح منها 1 و 7 من 10 صفر يتبقى لديه في الطرف الأيمن ماذا؟ يتبقى لديه في الطرف الأيمن كاف الطرف الأيسر سالب 9 و 8 من 10 نطرح منها 1 و 7 من 10 لدينا عددين جميعهما إشارتهما سالب إذن نضع نفس الإشارة ونجمع العددين ماذا تصبح؟ نعم سوف تصبح كاف تساوي ماذا؟ سالب 11 و 5 لكي نتحقق من صحة حلنا ماذا نفعل؟ هذه هي المعادلة كاف زائد 1 و 7 من 10 تساوي سالب 9 و 8 من 10 لكي نتحقق من صحة حلنا وقيمة كاف نحن أوجدنا كاف هي سالب 11 و 5 نقوم بالتعويض هنا عن كاف بسالب 11 و 5 ونتأكد هل الطرفين هنا متساويين؟ أم لا؟ نقوم بالتعويض إذا قمنا بالتعويض هنا مكان كاف بسالب 11 و 5 مضافا إليها 1 و 7 من 10 في الطرف الأيمن نتساءل هنا هل هي تساوي الطرف الأيسر وهو سالب 9 و 8 من 10؟ نعم هنا إذا قمنا بهذه العملية سالب 11 و 5 و إضافنا إليها 1 و 7 من 10 سوف يتبقى لدينا سالب 9 و 8 من 10 و هي مساوية للطرف الأيسر سالب 9 و 8 من 10 إذن الجملة صحيحة و حلنا لقيمة كاف وإيجاد قيمة كاف أيضا صحيح أيضا حل كل معادلة مما يأتي وتحقق من صحة حلك السؤال السالس ألف مطروح منها 5 تساوي سالب 12 لكي نحل المعادلة نحن نبحث عن ماذا؟ نعم نبحث عن قيمة المتغير في هذه المعادلة المتغير هنا هو ألف نحن نبحث عن قيمة هذا المتغير و إذا كي نوجد قيمة هذا المتغير نحن نريد هنا علامة المساواة لدي طرفين طرف أيمن و طرف أيسر أريد أن أجعل ألف هنا لوحدها لكي أوجد قيمتها لدي في الطرف الأيمن سالب 5 و لكي أتخلص من سالب 5 نعم ما هو عكس الطرح؟ نعم عكس الطرح جمع أو إضافة إذن سوف أضيف للطرفين ماذا؟ نضيف للطرفين زائد 5 نضيف 5 للطرفين لماذا أضفنا للطرفين؟ لكي تبقى إشارة المساواة صحيحة نضيف للطرفين حتى تبقى إشارة المساواة صحيحة الآن نبسط لدي في الطرف الأيمن سالب 5 هو زائد 5 قيمتها صفر يتبقى لدي في الطرف الأيمن ألف الطرف الأيسر لدي سالب 12 مضافا إليها 5 ما هو ناتج هذه العملية؟ نعم من حصل منكم على سالب 7 فإجابته صحيحة إذن قيمة ألف هي سالب 7 لكي نتحقق من صحة حلنا لدينا المعادلة ألف ناقص 5 تساوي سالب 12 ماذا نفعل؟ نعم نحن أوجدنا ألف بقيمة سالب 7 لكي نتحقق هل حلنا صحيح؟ نعوض هنا في المعادلة مكان ألف بسالب 7 ونتساءل هنا هل هي الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ لنرى ذلك إذن إذا قمنا بالتعويض عن ألف بسالب 7 بالطرف الأيمن يصبح سالب 7 وسالب 5 نحن نتساءل هنا هل هو يساوي نتساءل هل هو يساوي سالب 12 هنا سالب 7 وسالب 5 نعم مجموعها هو سالب 12 ويساوي الطرف الأيسر سالب 12 إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح وقيمة ألف سالب سبعة أيضا صحيحة أيضا حل كل معادلة مما يأتي وتحقق من صحة حلك السؤال السابع 56 تساوي لام مطروحا منها سالب 33 56 تساوي لام مطروحا منها سالب 33 لكي نوجد حل هذه المعادلة نحن نبحث عن قيمة المتغير لدينا المتغير هو ماذا؟ هو لام إذن هنا لدينا 56 الطرف الأيسر لدينا لام هنا عملية الطرح نحولها إلى عملية جمع المعكوس الجمعي لسالب 33 وهو ماذا؟ 33 تصبح المعادلة بهذه الصورة تصبح 56 تساوي لام مضافا إليها 33 الآن نحن نوجد قيمة لام في الطرف الأيسر لام في الطرف الأيسر نريد أن نجعل لام هنا لوحدها لكي نوجد قيمتها لديها في هذا الطرف زيادة هنا 33 لكي نتخلص منها ماذا نفعل؟ نعم سوف نطرح من هذا الطرف 33 وأيضا نطرح من الطرف الأيمن 33 حتى تبقى إشارة المساواة صحيحة إذن نطرح من الطرفين ماذا؟ 33 الآن بالتبسيط في الطرف الأيسر 33 ناقص 33 صفر يتبقى لديه في الطرف الأيسر لا إذن في الطرف الأيمن 56 نطرح منها 33 ما هو ناتج الطرح 56 نطرح منها 33 نعم ناتج الطرح يساوي 23 لكي نتحقق من صحة الحل لدينا المعادلة نحن نقوم بالتعويض عن ماذا؟ عن قيمة لام كما أوجدناها 23 لكي نتأكد هل حلنا صحيح أم لا؟ نعوض هنا مكان لام بالعدد ماذا؟ بالعدد 23 إذا قمنا بالتعويض هنا مكان لام بالعدد 23 نحن نتسأل هل 56 تساوي 23 مطروحا منها سالب 33؟ نعم هنا بالتبسيط لدينا عملية الطرح هنا حولناها إلى جمع النظير الجمعي لسالب 33 وهو العدد 33 إذن في الطرف الأيسر 23 مضافا إليها 33 ماذا تساوي؟ نعم تساوي 56 وهي وهي مساوية للطرف الأيمن 56 إذن الجملة صحيحة وحلنا صحيح السؤال الثامن هندسة تعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة أكتب معادلة وحلها لإيجاد قيمة لام في الشكل أدنى لدينا هذا المثلث هذه الزاوية قياسها 20 درجة وهذه الزاوية 45 درجة وهذه الزاوية قياسها لام درجة نحن نريد أن نوجد قيمة ماذا؟ قيمة لام مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي كم؟ 180 درجة إذن لام زائدا 20 درجة زائدا 45 درجة نعم تساوي 180 درجة هذه الثلاث زوايا لهذا المثلث لام و20 درجة و45 درجة مجموعها يساوي 180 درجة الآن لدينا معادلة في الطرف الأيمن هنا لدينا 20 مضافا إليها 45 ما هو ناتجها؟ نعم ناتجها 65 إذن يصبح الطرف الأيمن لام مضافا إليها 65 درجة وتساوي 180 درجة إذن في الطرف الأيمن نريد أن نوجد قيمة لام إذن نطرح من الطرف الأيمن 65 ونطرح من الطرف الأيسر أيضا 65 لكي تبقى المساواة صحيحة الآن بالتبسيط هنا في الطرف الأيمن 65 ناقص 65 صفر يتبقى لدي ماذا؟ يتبقى لدي لام 180 مطروحا منها 65 درجة ما هو ناتجها؟ نعم ناتجها 115 درجة إذن لام تساوي 115 درجة السؤال التاسب اختيار من متعدد إذا علمت أن درجة فاطمة تقل عن درجة عائشة بمقدار 5 درجات وكانت درجة عائشة 85 فأي معادلة مما يأتي يمكنك استعمالها لإيجاد درجة فاطمة هل هي ألف؟ 85 تساوي ها مضافا إليها 5؟ أم با 80 تساوي ها مضافا إليها 5؟ أم جيم ها مطروحا منها 5 تساوي 85؟ أم دال ها مطروحا منها 5 تساوي 80؟ لدينا هنا إذا كانت درجات فاطمة هي ها رمزنا لها بالرمز ها فاطمة تقل عن عائشة بمقدار ماذا؟ بمقدار 5 درجات إذن فإن درجة عائشة ما هي؟ هي ها زائد 5 لأن فاطمة تقل عنها بمقدار 5 درجات إذن لدينا ها هنا هي ماذا؟ هي درجة فاطمة إذن ودرجة عائشة تصبح ها مضافا إليها 5 وتساوي ماذا؟ 85 درجة لأن درجة عائشة هنا هي ماذا؟ هي 85 إذن البديل الصحيح هو ماذا؟ نعم هو ألف 85 تساوي ها مضافا إليها 5 إلى هنا يا أحبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته درجة عائشة